جاهزة مهمة جدا ومن جد وجد لعب يعمل في صمت لعب يكتهد وبرضو بنشكر دولة الامارات العربية المتحدة لنهتا ما بتحسش ان فيه بعد ما بينك وما بين الامارات تحس ان هو شعب واحد ووطن واحد وامة عربية ان شاء الله تبقى على طول المتحدة خلينا اقول ما حركه سريعا اخبار التمرين تمرين نادي الاهلي كان النهاردة الساعة 3 في ملعب التتش بالجزيرة طبعا لقاء النادي الاهلي المقبل يوم السبت المقبل فالنهاردة من التمرينات الاساسية لكابتل حسن البدري وغاب عن التمرين انيس الشعلالي اخصائي الالاقة البدنية مع نادي الاهلي وهيرجع يوم الخميس ده بازن من الجهاز الفني نادي الاهلي كابتل حسن البدري وبالتنسيق معه خلينا برضو نقول أن باكا وميد وجابر كان عندهم إصابة في تمرين النهاردة. كان تدخل ما بين الإسلام محارب مع باكا وميد وجابر التعرض للإصابة مع أكرم توفيق. كان دخل طبعاً الحماس الموجود في تمرين تينالي هو اللي بيؤدي للكلام ده. عشان تعرفوا أن الناس اللي هي بتتكلم بتقول ده الأهل يا حسم الدوري. لو الأهل يا حسم الدوري بالنسبة للعيبة فعالية ما كانش يحصل الكلام ده في التمرين. دي حاجات كده مؤشرات تعرف منها اللعيبة واخدى الموضوع بجد ولا الموضوع بالنسبة لهم تهريك. إن اكتلاق إن فيه تدخل برجولة وقوي وفيه تنافس داخل التمرين هو ده اللي بينعكس داخل المباريات. دكتور خالد محمود تدخل عشان موضوع باكا وميد وجابر. وليد أظهر ومشاركش النهاردة في التمرين شارك في الجيم عمل جلسة كده في صالة الجيم. والجهاز الطبي يفضل إن هو يديله راحة عشان الإجهاد. لأن الإجهاد هو مش عايز أقول المنافس بقى عايز أقول العقبة الكبيرة بالنسبة للنادي الأهلي هذا الموسم. والنادي الأهلي يحارب الإجهاد. هذا الموسم مرة تانية كل الإشادة للجهاز الطب والجهاز الفني في النادي الأهلي وطبعا أجهزة اليقى البدنية. السنة دي ياخدوا جهازة نوبل في محاربة الإجهاد. فإن أصعب موسم في تاريخهم في هذا الأمر. والموضوع بتاع الإجهاد دوت والحملة دوت يعني بيبقى فيه رخص. فربنا كده يعني يديهم أكتر من علمه ومن مجهودهم. اللي صراحة عاملين شغل على أعلى مستوى مع النادي الأهلي. الكابتن سدعب حفيز وافق للعبة المنتخب أنها تروح لإستفارة سويسرا عشان تطلع التأشيرات. طبعا أنتوا عارفين أنه فيه معسكر لمنتخب مصر. هيبقى فيه سويسرا استعدادا لكأس العالم. هيبقى فيه مباراة مع البرتغال. ومباراة أخرى أعتقد مع اليونان قبل التوجه إلى كأس العالم. وبرضو هقول لحضراتكم أنه للموتش الثاني الأهلي هيفقد جهود نجمه الكبير عبدالله السعيد. عبدالله السعيد محتاج ياخد راحة. محتاج ياخد راحة يفكر فيها هو مع نفسه في حاجات كتير أو خاصة بمستقبله مع النادي الأهلي. وخاصة بمستقبله مع منتخب مصر. وجهاز الفني دايما ياخد هذا القرار أنه يحافظ على اللعيبة ويحمي اللعيبة من التعرض للإصابات وتفادي الإصابات. زي ما قلت لحضراتكم فالجهاز الفني فضل أنه ياخد راحة عن ماتش الإنتاج الحربي إن شاء الله يوم السبت المقبل. وحضراتكم شفتوا في اللقاء الماضي جونير أجيالي عب عشرة عندك إسلام وحارب يلعبها عندك عبدالله السعيد. كل هذه الفوائد الموجودة داخل قائمة النادي الأهلي. كابتن أحمد أيوب يتكلم على صفحة النصر وأغلقت تماما وأنه هو مركز في مباراة الإنتاج. والبطولة الأفريقية وضربة البداية في دورة 32 قالوا هناك أولويات. خليني أقول لحركه أن الأهلي هيلعب مونانا الجابوني. كيس بريال كلوب بهدفين مقابل هدف في مجمل اللقائين. وكده الأهلي هيواجه مونانا الجابوني في دورة 32. إن شاء الله هيكون في أعتقد في 9 مارس. إن شاء الله هيكون 6 مارس. إن شاء الله هتكون ضربة البداية للقاء الزهاب. وكل التوفيق والأمنيات للنادي الأهلي بتخطي طبعا دورة 32 والمجموعات. وأيضا نفوز بالكأس التسعة بإذن الله. قال كابتن أحمد أيوب أن هناك أوليات في ترتيبات حسابات الجهاز الفني. وقال إن في بطل الجابون وبطل بوركينا فاسو اللي هو ريال كلوب. الأهلي خلاص أعلن أو أعلن إنه هيواجه مونانا الجابوني. في فحص جديد لرامي ربيع في ألمانيا. وموضوع العضلة الضمة وخات حقنتين بلازمة. وموضوع رامي ربيع محتاج تأني. لأن تصرع في العضلة الضمة دي عضلة رخمة جدا. يعني عايز أقوله حياركوا من العضلات اللي إصابتها صعبة جدا. إن هي أصلا حجمها مواش كبير. وتشخصها صعب وبيبقى في حاجات كتير أو مؤثرة فيه. ومن العضلات اللي يعني أنت ممكن العضلة الخلفية تشد ويبقى لها حل. ممكن السمانة تشد ويبقى لها حل. أمامية ممكن لحد ما يبقى. لكن دي ملاش حل. يعني مشكلتها إن هي لما بيبقى فيها أي أزمة من الأزمات لازم بيبقى فيها تأني. وده الصراحة الصح اللي عمله الجهاز الفني ومع رامي ربيع في أن هو ياخد وقته في الفحصات وياخد وقته في فترة الهلاج. رامي ربيع طبعا في دماغه عايز يلحق موضوع كاس العالم. ولكن في نفس الوقت لازم يبقى فيه تأني زي ما حصل مع مروان محسن في إصابة الروباط الصليبي. اللي مروان محسن رجع هو كمان بقى للمشاركة مع النادي الأهل. شوفناه فيه لقاء النصر. وعنده تصريح إن هو بيتمنى المشاركة في مونديليال روسيا. وقال إن هو سعيد بمستوى وليد أزارو. وبيتمنى له التوفيق. وأيضا هي منافسة مشروعة بالنسبة له وبالنسبة لأي مهاجم. عشان يحجز مكانه الأساسي في النادي الأهل. ومروان محسن بيتمنى المشاركة طبعا في مونديليال روسيا. واحد من اللعيبة اللي أصلا حصل إصابة فيه كأس الأمم الأفريقية. إصابة الروباط الصليبي. ومنتخب مصر كان بيحتاجه. مروان محسن من الفراودة على أعلى مستوى. الفراودة اللي بيعرف يلعب بدماغه ومحطة كويسة لزميله وكورته كويسة. يعني كل مقاومات المهاجم موجودة في مروان محسن. وكان له مشاركات مع النادي الأهلي بشكل قوي الموسم من الماضي. ومنذ طبعا الإصابة ما بيشاركش بصفة طبعا منتظمة. عشان النادي الأهلي خد زي ما قلت لحضراتك ووقت في الإصابة. محمد هاني. كلمت مع حضراتك في موضوع نغمة الدورة. لكن محمد هاني. يعني من النمازج اللي كل اللعيبة اللي ناشئين في مصر. محمد هاني تصعب من أربع سنين واحد من اللعيبة اللي الناس كلها بتحبه. بسم الله ما شاء الله عنده حب الناس ودي موهبة. وأخلاقه وأدبه وقطاله في الملعب تحس إن محمد هاني عنده شخصية في الملعب. محمد هاني يلعب مساك يلعب مساك. محمد هاني يلعب باكي مين. نصف نائي كاس أفريقي أمام الترجي ما فيش أي مشكلة. وملعب رادس مليان على آخره ما عندهش أي مشكلة. ما عندهش أي مشكلة محمد هاني. محمد هاني يلعب مساك وهي مش مكانه برضو ما عندهش مشكلة. يبتدى يحرز أول أهدافه فيه. النصر صراحة كان عمل متابعة جميلة جداً. بتبين لك مدى وعي لعبة النادي الأهلي للخطة أو للهدف. يعني الكرة لما ردت الفاول بتاع معلول. بصوا كام لعيم النادي الأهلي سبق مدافعين فريق النصر عشان يجيبوا هدف. وكان منهم محمد هاني اللي تبعها بشكل جميل جداً وأحرز هدف. وهو هدف غالي جداً بالنسبة له. بيكلل مجهوداته كلها محمد هاني من اللعيبة الجمال. أداءاً وخلقاً وسلوكاً. ونموذج لكل اللعيبة الشباب. والواحد بيبقى فرحان لما بيبقى فيه ناشئ من لعبة النادي الأهلي يصل إلى هذا المستوى. واحد من اللعيبة الصراحة بيفرق بيصنع الفارق مع كل المدربين. وزوكر قادي كورب. زي ما حد بقول لحضركم. بصوا أربع لعيبة سبقوا كل مدافعين النصر. دي حاجة من الحاجات اللي تبعين لك الفرق ما بين النادي الأهلي. وللأهلي تعب الناس. عشان الكلام اللي بيتقال في التمرين بيتطبق في الملعب. وواحد من الناس اللي روحت هتلاقي مدافع. محمد هاني باك يمين. ولكن في النادي الأهلي مفيش بقى حتة المركزية. كله عايز يجيب جوان. النادي الأهلي دايما بيحاول يضرب الدفاعات بالباكات. واللي شاطها أدي علي معلول. وبصوا كام واحد 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 اثنين ثلاثة أربعة. قبل مدافعين النصر. حتى الكدر بتاع لعيبة النصر ابتدى يظهر. بعدما هاني كان أحرز الهدف. وهدف غالي جدا على جمهور النادي الأهلي حبا في اللاعب محمد هاني. واحد تاني من النشئين برضو الجمهور النادي الأهلي بيحبهم. أحمد حمدي لعيب حريف. بيواصل التأهيل من الشد في العدلة الخلفية. واللي حرمته من التواجد مع الفريق في المبارات الماضية. وكان التقلق هو في لقاء النصر الدور الأول. أحمد حمدي برضو من اللعيبة الموهوبين. وإن شاء الله يجعود مرة أخرى. لأن النادي أهلي في احتياج شديد لإمكانيات أحمد حمدي. اللعيبة الجميلة اللي داخل الفريق النادي الأهلي.